بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو هنتكلم على مثال على كتابة النموذج الرياضي او التحليل الكمي للمشكلات المثال بيقول شركة لانتاج الحقائب ترغب في تحقيق اقصى ربح من انتاج نوع واحد من الحقائب الجلدية ربح الحقيبة الوحدة 12 ريال يلزم لانتاج الحقيبة الواحدة 4 ساعات عمل يتوفر لدى الشركة 40 ساعة عمل اسبوعيا السؤال هو ما هو عدد الحقائب الممكن انتجها في الاسبوع من اجل تحقيق هدف الشركة وهو اقصى ربح هنا عدد الحقائب الممكن انتاجها في الاسبوع هو المتغير الذي يغضع لتحكم الشركة وسوف نرمز لي بالرمز اكس وهو المجهول في هذا المثال ربح الحقيبة الواحدة الوقت اللازم لانتاج حقيبة واحدة عدد ساعات العمل الاسبوعية كلها تمثل المدخلات غير الخاضعة لسيطرة الشركة اي ان قيمها محددة مسبقا دلة الهدف رمزها Y تمثل الربح الاسبوعي من انتاج هذا النوع من الحقائب وده ببساطة جدا اقدر احسبه اقدر اكتبه عن طريق ضرب ربح الحقيبة الواحدة في عدد الحقائب اللي هو المتغير X اذا دلة الهدف Y تساوي 12 X الهدف هنا طبعا هو تعظيم maximize معناها تعظيم هذا الربح Y القيود المفروضة على عملية الانتاج عبارة عن رقم واحد ان يكون عدد ساعات العمل الاسبوعية لانتاج هذه الحقائب لا يتعدى 40 ساعة هي عدد العمل عدد ساعات العمل الاسبوعية لانتاج الحقائب عبارة عن الوقت اللازم لانتاج الحقيبة الوحدة وهو محدد في المثال 4 ساعات عمل في عدد الحقائب اللي هو المجهول في هذا المثال X اي ان يمكن كتابة القيد بهذا الشكل 4 X لابد ان تكون اقل من او تساوي عدد ساعات العمل الاسبوعية 40 طبعا بالاضافة الى قيد اخر يسمى القيد البديهي وهو ان عدد الحقائب المنتجة اسبوعيا لابد ان يكون كمية غير سالبة اي ان X اكبر من او تساوي سفر هذا يسمى قيد عدم السالبية وبالتالي النموذج يمكن كتابته بهذا الشكل maximize تعظيم دلة الحدف Y لها تساوي 12X بشرط ان القيود القيد الاول 4X اقل من او 49 وقيد عدم السالبية X اكبر من او تساوي سفر الاجابة على السؤال السؤال كان ما هو عدد الحقائب الممكن انتاجها في الاسبوع من اجل تحقيق هدف الشركة وده بيكون بحل هذا النموذج حل النموذج هنتعرض لي في الفصول القادمة بالتفصيل هنا النموذج طبعا نموذج بسيط يمكن حله بوضع قيم مختلفة X والقيمة اكبر التي تعطي قيمة اكبر لدلة الهدف هي قيمة X المطلوبة في هنا حل المشكلة بياجاد عدد الحقائب اللي هو ايجاد المتغير X التي يحقق اكبر قيمة ممكنة لدلة الهدف دون طبعا تجاوز عدد ساعات العمل الاسبوعية هذه المتبين رقم واحد القيد الاول اي ان الحل الامسل لهذا النموذج هو X يساوي عشرة X يساوي عشرة تعطي قيمة هذا القيد طبعا وضع X مثلا تساوي عشرين يعطي قيمة اكبر لدلة الهدف نعم لكن لا يحقق هذا القيد الحل هو X تساوي عشرة لان هذا الحل غير ممكن اذا الحل الامسل لهذا النموذج لانه نموذج بسيط هيكون X تساوي عشرة